هكذا وهكذا وبنفس الأسلوب نقل رواية أخرى عن إكمال الدين للصدوق عن شهادة حكيمة لمولد الإمام المهدي فقال عن حكيمة عليه السلام أنها قالت كانت لي جارية يقال لها نرجس ها غير واحدة صارت ما فتهمنا من نرجس وإلا من حكيمة من مليكة وإلى أن ينقل وذكر قصة رؤية الإمام الحسن العسكري لها وطلبها منها قلاطينية هذه الجارية ثم رح ناموا إياها يعني ثم حملها دون علمها هذه حملة من دون ما تعرف أنها حامل وعدم ظهور أي أثر عليها من أثر الحمل إلى أن ينقل هذه القصة اللي حددتكم عنها خمسين أسطورة فيها في هذه القصة والحكاية إلى أن ينقل عن لسان حكيمة قالت غيبت عني نرجس فلم أرها هي قاعدة تنتظرها حتى تتولد ثم رغابت فلم أرها كأنه ضرب بيني وبينها حجاب فرجعت فلم ألبث أنكشف الحجاب شايفين شي غريب يعني الذي كان بيني وبينها وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشي بصري وإذا أنا بالصبي ساجدا على وجهي جاثيا على ركبتيه رافعا سبابته نحو السماء وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن جدي محمد رسول الله وأن أبي أمير المؤمنين ثم عدد إماما إماما إلى أن بلغ إلى نفسه فقال اللهم انجز لي وعدي وأتمن بي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض به عدلا وقصطا وأن أي محمد ما ولد هكذا الإمام علي ما ولد هكذا أي إمام إلا إما ما ولد بالطريقة هذه بس هذه الأسطورة هنا نسجد ثم يسرد الشرازي في الصفحات التالية مجموعة من القصص الأسطورية التي يخجل الكتاب المعاصرون من ذكرها مثلا سمي محمد الصدر والآخرون اللي كتبوا حول إمام مهدي هاي القصة سميشيرون إليها لأن يستحون من عدد لما فيها من أساطير عجيبة وغريبة مثل ولادته من فخذ أمي الأيمن طلع من نصف الفخذ مالتها وليس من رحمها وسطوع نور هائل عند ولادته وبلوغه أفق السماء وتحليق طيور بيضاء ومسح أجنحتها على رأسه وتسليمه على أبيه هو قام سلم على أبوه وأخذه من قبل أحد الطيور إلى جو السماء شاء له طاروبي وعودته بعد أربعين يوما وهو صبي يمشي ابن سنتين بعد أربعين يوم صار صبي يمشي ونموه خلال أيام قصيرة بهيئة رجل كبير بسرعة صار رجال كبير وربما كان كتاب الشرازي هذا ملخصا سيئا ومشوها لكتب الصدوق والمفيد والتوسي عن الإمام المهدي وأضعف منها بكثير لأنه حذف ما يوجد فيها من أسانيد ضعيفة ولم يعلق عليها بشيء ولم يذكر الدليل الفلسفي الاعتباري أو العقلي الذي أوردوه في مجال الاستدلال على الموضوع والذي قالوا إنه أقوى الأدلة المتوفرة هم قالوا مشايخ الطائفة قالوا هاي القصص والأشياء المضحكة نحن ما نعتمد عليها نعتمد على الدليل العقلي هذا الدليل العقلي الشرازي أصلا ما أشار إليه وعندما وقع بصري على كتاب الشرازي